أهلا بكم منذ اللحظة الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تتوقف الاتصالات المصرية مع شركائها الدوليين لحل الأزمة وعلى رأسهم الولايات المتحدة والتي تنظر دائما إلى مصر بصفتها الدولة الأهم إقليميا لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية لم تنقطع الاتصالات الأمريكية مع الجانب المصري تلك الاتصالات التي شهدت توافقا حول رفض أي تهجير للفلسطينيين ورفض احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو حتى تقليص مساحته فضلا عن الاتفاق على أن السلطة الفلسطينية ستكون مسؤولة عن إدارة الضفة وقطاع غزة وكان من أهم ملامح التنصيق المصري الأمريكي في ملف غزة هو اعتماد القاهرة كثيرا على الضغط الذي تمارسه واشنطن على إسرائيل لخفض التصعيد وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وصولا إلى الهدف الأهم وهو وقف إطلاق النار الإنساني والذي يضمن حماة الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وكذلك إلى تحقيق اختراق في ملف صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كان الموقف المصري واضحا خلال الاتصالات المتتالية من الجانب الأمريكي وهو ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والتحذير من خطورة استمرار الصراع والذي قد يصعب احتواء تأثيراته على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والتجديد على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى داخل قطاع غزة عقب قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على المدنيين في قطاع غزة ظل التواصل المصري الأمريكي من خلال الرئيس المصري عبدالفتاح سيسي ونظيره جو بايدن من أجل التواصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بهدف حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع الجهود المصرية للحل ومن بينها المبادرة والطرح المصري الذي قدمته القاهرة منذ أسبوعين باعتباره المسار الأفضل لخفض هذا تصعيد كان محل تقدير من جانب الرئيس الأمريكي والذي أشاد أكثر من مرة خلال اتصالاته التي أجراها بالقيادة المصرية بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وبجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بأزمة غزة وفيما لا تزال معاناة الشعب الفلسطيني تتواصل مع استمرار العدوان لا تزال مصر تواصل الجهود والنقاش مع مختلف الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل حول ملف الأسرة والمحتجزين ووقف إطلاق النار وإدارة القطاع في اليوم التالي لإنهاء الحرب